السلام عليكم يا أصدقائي اليوم سأقرأ لكم دعاء اليوم الثالث والعشرون من شهر رمضان المبارك بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اخسرني فيه من الذنوب وطهرني فيه من العيوب وامتحن فيه قلبي بتقوى القلوب يا مقيل عثرات المذنبين تقبل الله أعمالنا وأعمالكم لا تنسوا صاحب الزمان من دعائكم في أمان الله